اشتركوا في القناة كان منطقي ان ابدأ تتحول في وقت قياسي من مجرد فكرة على الورق لمبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية بترعاها مؤسسات الدولة من اول مؤسسة الرئاسة لكل الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر اطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافظ في صورة اراضي بحق الانتفاع واعفاء من الضراب لمدة خمس سنوات هذا بالاضافة لتقديم اوجه الدعم اللازم لتقنين الاوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين مبادرة هدفها توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل اللي يساعد في توفير فرص عمل لشبابنا ويقلل الفجوة الاستيرادية لما نرفع من شأن منتجتنا المصرية بدأنا المشوار في اخر اكتوبر 2021 بتنفيذ تكلفات السيد رئيس الجمهورية بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة وعقد شركات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الاجانب مع الاهتمام بتقنين اوضاع المصانع المخالفة وعلى الاساس ده تم تأسيس شركة ابدا شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل انواعها بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الادارة والاستشارات المالية وهو شركة INI المصرية من اليوم الاول وخطتنا تقسمت لمحاول كانت مهمتنا الاساسية عقد شركات مع رجال الصناعة المصرية وبعض الشركاء الاجانب اللي بيمتلكوا المعرفة والتكنولوجيا وهيساعدوا في نقلها لقطاعات الصناعة المختلفة وفي نفس الوقت اهتمينا بدعم المصانع المتعثرة وتوفيق اوضاعها خطة عملنا بدأت ببناء قعدة بيانات قوية ومن بعدها بدأنا مفاوضات مع اكتر من مئة شركة مصرية واجنبية لمشاركتنا حلمنا وقدرنا نعقد 65 شراكة كبرى لتنفيذ 65 مشروع بمشاركة 33 مستثمر صناعي من مصر و24 مستثمر صناعي من 14 دولة اجنبية وامكملين في جذب الاستثمارات الاجنبية لغاية من حقق هدفنا شركاتها تساهم في انشاء مصانع جديدة على ارض مصر لتصنيع منتجات مصرية ومتوقع ان من خلالها هيتم خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 ل 14 مليار دولار وبالتنسيق مع شركائنا مجموعة من الشركات الاجنبية زارت اراضي المشاريع الجديدة لاستطلاع الوضع وشافوا حجم المجهود وتأكدوا اننا ماشيين في الطريق الصحيح خصوصا ان خطتنا هي افتتاح 45 مشروع قبل ديسمبر 2023 وتسع مشروعات هيتم افتتاحها خلال عام 2024 ولاننا مهتمين بالتعريف بالمبادرة واهدفها عقدنا اكتر من 200 اجتماع فني وتنسيقي مع الشركاء والجهات الرسمية طورنا من خلالهم خطة عملنا وتحولنا من مرحلة التحالفات الاستثمارية لمرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية والشغل يوم عن يوم بيكبر والمؤمنين باهمية المبادرة بيزيدوا فمثلا انتهينا من التصميمات الهندسية في 8 مشروعات وبدأنا الانشاءات المدنية في 6 مشروعات زي مصنع انتاج مكونات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمع وسائل النقل الخفيف وعلى نفس الخط طلبنا مكينات لخمس مشروعات زي مشروع تصنيع مكونات البوتوجاز ومكونات التكيف المركزي ونجحنا في وصول خطوط الانتاج لأربع مشروعات زي مواتير وسائل النقل الخفيف وفي شهر مايو 2022 وفي وقت قياسي قدرنا نوصل لمرحلة الانتاج في مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وانتاجنا 16 لوادر كمرحلة أولى من التدريب على تجميع مكونات اللوادر ودلوقتي بدأنا في التجهيز للمكون المحلي اللي هيوصل لـ 40% مع نهاية المرحلة التانية وهنفضل مكملين إن شاء الله دعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاع المصنعين مايقلش أهمية عن عقد الشراكات الكبرى فكان واحد من أهم المحاور اللي ركزنا عليها بمساعدة الفريق الميداني لحياة كريمة في كل محافظات مصر فبمجرد مجالنا التكليف نزلنا للمصانع المتعثرة ندرس موقفها ونحل الأسباب توقفها عن العمل زرنا أكتر من 2500 مصنع وجمعنا التحديات اللي بتواجهها وحالياً بنتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصانع والشغل بيتم في إطار منظومة متكملة من حوكمة العمليات والإجراءات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع استراتيجية مصر 2030 وبالاعتماد على قواعد بيانات صناعية متكملة بنبنيها من اليوم الأول وهدفنا ندعم 13 323 مصنع متعثر ومخالف نساعدهم يقفوا على رجلهم ومصانعهم ترجع تدور من تاني الصناعة هي المستقبل والصناعة هم الأساس علشان كده الاهتمام بتقديم تعليم فني بمستوى يليق بيهم كان محور ضروري اشتغلنا عليه بكل جدية مهمتنا الأساسية هي رفع درجة الوعي بأهمية العمل اللي بيقوم بيكل صانع في مجاله وزيادة ثقاتهم في نفسهم وأهمية درهم احنا بدأنا ومجهودنا بيأكد اننا عارفين هدفنا ابدأ مش مجرد مبادرة لتطوير الصناعة ابدأ هي المشروع اللي هيبني مستقبل الأجيال اللي جاية وبقدينا هنحقق الحلم اشتركوا في القناة